الآن ننتقل إلى جينيف مع موفد أخبار الآن يمان شواف يمان مساء الخير إذن يشدل ستار اليوم على مفاوضات الرابعة دون أي توقعات بالداخل هل مازال الأطراف يتوقعون أو مترقبين لأي شيء ممكن أن يغير هذه النهاية؟ نعم طبعا مساء الخير لكي ميسون ولكل أسادة المشاهدين الآن يعقد الجعفري اجتماع مع السيد ديمستورا وبعد ذلك سيلتقي ديمستورا للمرة الثانية وفد الهيئة العليا للمفاوضات كان اجتمع معهم اليوم وسيكون هناك اجتماع ربما بعد ساعة تقريبا من الآن كنت تحدثت مع أحد أعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات قال هذا الاجتماع الذي سيحدث مساء اليوم يمكن من خلاله أن نقول أن هذه المحادثات تقدمت أو لا نحن ننتظر ماذا سيقول الجعفري الآن في اجتماعه مع المبعوث الدولي وبعد ذلك ستقول معارضة سنحدد الموقف إذا كان هناك نية حقيقية لدى الطرف الآخر وفد نظام الأسد في بحث هذه الملفات التقدم الذي يمكن الحديث عنه فقط هو أن ديمستورا طرح خطة عمل واضحة خطة عمل هي التي تتحدث عن هيئة حكم وتتحدث عن تشكيل الدستور وتتحدث عن الانتخابات وهناك حديث عن الحقيبة الرابعة التي يتم الحديث عنها الإرهاب طبعا خلال حديثي مع أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات قالوا لنا نحن ليس لدينا مشكلة في محاربة الإرهاب المشكلة الرئيسية التي أصابت الثورة هي الإرهاب هو سواء تنظيم داعش أو القاعدة جبهة النصرة أو كل هذه الجماعات طبعا إضافة لما سماه نصر الحريري إرهاب الدولة وإرهاب حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني طبعا قال لي قبل ساعة تقريبا وفد في الهيئة العليا للمفاوضات سأتحدث إذا كان النظام جدي في محاربة الإرهاب سأسأل النظام وليجب على هذا السؤال لماذا نظام الأسد يقوم بقصف قوات الجيش السوري الحر في درعة ولا يقصف قوات داعش قال أننا عندما نحارب داعش قوات النظام تستهدف قوات الجيش السوري الحر ولا تستهدف داعش لماذا لا تحارب داعش ومعروف من هو الإرهاب في سوريا طبعا الكثير من الأحاديث تدور في الكواليس ميسون عن اجتماع في الثالث عشر من هذا الشهر في الاستانة وربما استئناف المحادثات في العشرين من هذا الشهر في جينيف لكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي في هذه الاجتماعات هل من خيبة أمل لمستها عندما نتحدث في اليوم الأخير هذا مع المعارضة يمان أم يقولون بأن كل هذا كان متوقعا ولكن كان يجب عليهم أن يحاولوا مرة جديدة نعم هم قالوا أننا نحن نعرف النظام من خلال اجتماعات جينيف السابقة ولكن نحاول وهذا ما يمكن أن نفعله يعني يقولون أن الوقت يدفع ثمنه الشعب السوري كل يوم يعني الكثير من القتلى من الأطفال من المدنيين والمناطق المحاصرة قالوا لي لا يمكن يعني نحن سنأتي سنحاول وسنبقى نحاول ولن نيأس ولكن كنا نأمل أن يكون الطرف الآخر وفد نظام الأسد أكثر جدية وفد نظام الأسد قال بالأمس أنه أيضا لا يريد إضاعة الوقت ولكن المعارضة قالت لي يعني يمكن أبرز شيء تم تحقيقه أن ديمستورا وضع أجندة واضحة وهذا ما يعني أعطاهم نوع من التفاؤل أن تكون الاجتماعات القادمة وهي ليست ببعيد إن حددت في العشرين من هذا الشهر أن تكون اجتماعات واضحة ومحددة طبعا وتتحدث في هذه النقاط أو ربما النقطة الرابعة إن تم إضافتها الأرهاب ما الذي يحكى اليوم والذي يعول عليه بأن يغير شيئا في الاجتماعات القادمة إذا ما حددت تحدث بالبداية أنه لا توجد نية للنظام كما قالوا بأنه ينتظرون بالاجتماع اليوم أي بوادر عن نية للنظام للتوافق على كل ما من المفروض أن عقد من أجل جينيف أربعة ما الذي يمكن أن يغير هذه المرة؟ المتوقع ميسون طبعا بعد اجتماع الهيئة العليا المفاوضات قبل يومين مع نائب وزير الخارجية الروسي كان هناك تصريح من وفد نظام الأسد أنهم مستعدون لمناقشة الورقة التي اقتراحها ديم السورة ولكنهم تحدثوا شفاهيا لم يردوا بشكل مكتوب أو رسمي للمبعوث الدولي هذا الأمر أعطى نوع من التفاؤل المتوقع اليوم حسب المعلومات التي لدي إذا بعد هذا الاجتماع وفي اجتماع ديم السورة المقرر مساء اليوم مع وفد المعارضة المعارضة تنتظر إن كان النظام قدم ورقة لهذه المقترحات هذا يعطي نوع من التفاؤل ويعطي دفع للهيئة العليا المفاوضات أن النظام جاد في بحث العملية السياسية وأن النظام ربما دعيني أصفها بالخطوة الأولى لبدء هذه المباحثات التي ربما تستأنف في العشرين من هذا الشهر هذا الأمر الذي حتى الآن لا يمكن ألبط فيه لبعد أن ينتهي اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات مع المبعوث الدولي ديم السورة وفيما يتعلق بالموقف الروسي كيف تنظر المعارضة اليوم وتتعامل مع هذه التصريحات المتناقضة لهذا الطرف التي يحكي عنها في جنب أربعة أنا كنت سألت سالم المصلط عن هذا الأمر تحديدا قلت له ماذا حدث كنتم متفائلون كثيرا وكانت التصريحات إيجابية عن لقاء الوفد الروسي قال لكل ما تسمعونه في الإعلام هذا لم يحدث خلال اجتماعنا مع نائب وزير الخارجية الروسي تحديدا كانت الأمور جيدة كانوا الروس حريصون جدا على أن لا يتحدثوا في الأمور الشائكة وذلك حصا منهم على إنجاح هذه المفاوضات أنا سألته لكن كان هناك تصريحات رسمية من عدة شخصيات روسية عن هذا الأمر قال لي نحن لم نلمس هذا الأمر في المحادثات التي كانت بيننا وبين الروس ونحن الآن ننتظر مساء اليوم إذا كان الروس جادون في أن يدفعوا للحل والانتقال السياسي عليهم أن يضغطوا على وفد نظام الأسد وسننتظر اليوم لنرى إن كان الروس جادون فيما قالوه لنا خلال الاجتماع الذي عقد بين الهيئة العليا للمفاوضات ونائب وزير الخارجية الروسي شكرا لك يمان شواف موفد أخبار الآن إلى جينيف